موسيقى 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 نعمل طبا موسيقى الموسيقى نشكر الهيئة القبطية للتنجيلية ونشكر التحالف الوطني على دعمهم للقرية في كل المجالات مجال الطبي والمجال التنمية بدعم الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا وتوزيع الكاراتين مواد غزائية وتوزيع على المنازل وترك الأبواب ليهم وجبر خطر الناس الفقراء والأيتام جابونا قبل كده كوافة الطبية في بحبشين هنا في المركز بتاعنا أطفال وجابونا تاني كشف تاني للناس الكبار وحق جابونا دعم وجابونا كاراتين النهاردة استكمال الدعم بتاعهم الله يبارك لهم يعني نشكرهم على اللي وافته من هنا للناس الفقراء والمساكين والناس اليوتان تحت رعاية التحالف الوطني للعمل أهلي والتنموي بتعمل مؤسس مصر الخير مشروع من أهم المشاريع اللي بتشغل فيها على مستوى الجمهورية ألا وهو مشروع الإطعام مشروع الإطعام ده من المشروعات المميزة اللي موجودة داخل مؤسس مصر الخير اللي بتهتم فيه بالجودة والخدمات والانتشار الجغرافي المشروع بيبقى موجود عندنا على طوال العام على مستوى محافظات مصر كلها مشتغل إحنا في محافظة صواج على مستوى مركز كل شهر النهاردة إحنا موجودين في مركز المراغة منقدم الوجبات الساخنة للجهزة المطهية داخل الجمعية الشريكة منقدمها لكل المستحقين والمستفيدين اللي موجودين عندنا داخل القرى وداخل النجوع اللي مستهدفة الوجبة مكونة من بطاطس ولحمة ورز وسلطة بنعملها زي ما بنكل الأكل في البيت يعني احنا بنعمل الوجبة نظيفة جدا لدرجة ان احنا يعني احنا مش بنعمل كده في البيت بنهتم بمظهر الوجبة وقيمتها الغذائية أكتر ما أي حد تاني بيعملها في أي مكان في البيت نحن بنشتغل تحت مظلة التحالف الوطني بمساندة ومشاركة مؤسسة مصر الخير طبعا احنا اتعلمنا من خلال الشغلنا مع المؤسسة نحن نبحث عن الأسر الأكثر احتياجا في جميع القرى فبالتالي احنا بنبحث يعني احنا حاليا بنشتغل في مشروع طعام الطعام حوالي بننفذ أربع تلاف وجبة خلال الفترة المسموحة لنا في المطبخ اللي هي مدتها شهري تقريبا فبنجهز وجبات ساخنة زي ما حضرتك كده شايف الوضع وبننزل بينفسنا كده تحت اشراف عام من المؤسسة وبنبحث عن الأسرة الأكثر فنوصل لها الوجبة بشكل يليق بيها بشكل آدم يليق بيها تحت اشراف مؤسسة مصر الخير بالكامل الهدف ان احنا نوصل لأهالينا من الأسر المستحقة في جميع الربوع والقرى داخل المركز ونحن نخدم أكتر عدد من الأسرة المستحقة تحقيقاً لرؤية مؤسسة مصر الخير وأهداف التنمية المستدامة احنا النهاردة في مطبخ جمعية البدر للتنمية التدريبية بشلاو تحت مظلة مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع التعالف الوطني احنا المستعدة بتاعنا خمسة ألف أسرة لمدة عشرين يوم خمسة أيام كل أسبوع في شهر عشرة بنستهدف يومية 250 وجبة للأسرة المستحقة ونقصر احتياجاً لقرية الأوسط جمولة مشلو أو بمعنى صاحب محافظة محافظة جنة مركز نجادة قرية الأوسط جمولة ومركز نجادة وتوابحها من قرى ونجوع إن احنا بنشمل إحنا الليحة بتاعيضها وإحنا على المطاق بسطور الجمهورية بنخدم كافة الفئات المستعدة بالنسبة لنا في نجوع وقرى مركز نجادة كمان بنظهر في أماكن تانية لأقصر احتياجة بنعمل النشاط ده للعودة للتاني طبعاً بدعم وتهمية مشترك مع مؤسسة مصر الخير بتحت مظلة التحالف الوطني اللي واحد ده من أهم أهدافه اللي أنشئه خلالها أو الأنشئ عشانها أن يدعم القسر الأقصر احتياجاً على مستوى جمهورية بنعمل الموضوع دوت أو المطبخ مطبخ الخير بالتناوب مع جمعيات تانية في محافظة جنة طبعاً تحت مظلة مؤسسة مصر الخير اللي بنخدمه أكيد بنخدم لهم بكل الشكر أنا بنعمل واجبات هنا آآ تحت المظلة التحالف الوطني فبنعمل هنا الواجبات ما بتتقوى من آآ رز وخضاق ولحمة وده طبعاً لوصر الفطير اللي في المحافظة هنا أو في القرية أو في المكان نحن فيه اشتركوا في القناة